كل النظريات التي اعتمدوا عليها والتي أنتجت الفكر التكفيري تعود إلى الشيخ ابن تيمية وهذا واضح من خلال الدراسات والكتب ومن خلال الشواهد والمباني التي نسمعها من هؤلاء الشيخ ابن تيمية أسس مدرسة الإسلام الأموي أسس مدرسة مستقلة عقائديا حتى هناك مسائل فقية تختلف عن أهل السنة والجماعة ومارس أيضا سفك الدماء من خلال تحريض الدول التي كانت والحكام الذين كانوا في عصري ارتكبوا مجازر بشعة جدا في المسلمين في حلب في حمص حتى يقال أنه في مدينة من المدن السورية قتلوا أكثر من ثمانين ألف شخص ورموا الجثث في النار فتغير لون النهر إلى أحمر فهذا طبعا على مستوى الشيخ ابن تيمية طيب نأتي إلى الشيخ محمد بن عبد الوهب منذ أسس الدولة السعودية وعلى فكرة الدولة السعودية أسسها بالتحارف مع بريطانيا منذ تأسيس الدولة أيضا نشاهد في حياتهم في سيرتهم المجازر قتل سنة 1920 خمسة آلاف حاج شافعي قتلوهم في ساعة واحدة من أهل السنة يعني من أهل السنة نعم طيب إلى يومنا هذا الآن حتى ما نشاهده في اليمن هذه الوحشية في قتل النساء والأطفال تهديم المساجد حتى القبور وأصحاب القبور قبر السيد الشهيد حسين بدر الدين الحوثي رحمه الله قصفوه بالطائرات خمسة عشر مرة قبر قصفوه بالطائرات خمسة عشر مرة